صاحب السمو والأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد الثاني هو خامس حكام دولة قطر وقد شهدت فترة حكمه مرحلة مهمة في مسيرة بناء قطر الحديثة فترة شهدت تطورات كبيرة على الصعيد البناء الداخلي لأركان الدولة وتركيبة مؤسساتها كما على المستوى الإقليمي والدولي بما شهدته المنطقة من تحولات وأحداث وكبتها قطر بتحفز ومسؤولية امتدت فترة حكم صاحب السمو والأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد الثاني من الثاني والعشرين من فبراير من العام 72 إلى غاية السابع والعشرين من يونيو من العام 95 وطيلة سنوات الحكم التي كانت في بداياتها تأسيسية قبل أن تتحول إلى جهود للبناء وأرساء التنمية لم تفي الأرقام بالحجم الحقيقي للمجهودات المبذولة ولم تعكس لغة الأحصاءات الأهداف العامة لمسار البناء والتنمية وبالنظر إلى الرهانات التنموية التي كانت البلاد بصدد خوضها في تلك الفترة وحجم المشاريع التي سطرت لاستكمال بناء مؤسسات الحكم فقد عاد صاحب السمو والأمير الشيخ خليفة بن حمد الثاني تكوين مجلس الشورى تماشيا مع التوسع في الوظائف الإدارية للدولة وتم في عهده تعديل الدستور وتوسعة عمل الوزرات بتنويع اختصاصاتها وللنهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي وإثراء العملية التعليمية والحياة الثقافية ومختلف الجوانب الأخرى فقد ركز صاحب السمو والأمير الأب فور توليه الحكم على توسيع وتنويع العمل الحكومي الموجه أساسا إلى تنمية الداخل بتعيينه مستشارا له في شؤون البلاد اليومية دون أن يكون ذلك على حساب توسيع العمل الدبلوماسي ومواكبة تياتي الطورات إقليميا ودوليا ونسج علاقات الصداقة وتوطيد التعاون مع مختلف دول عالم وعلى الصعيد الاقتصادي زاد في عهد حكم صاحب السمو والأمير الأب انتاج قطر من البترول نتيجة لزيادة عدد اتفاقيات الشراكة في الانتاج والتي وقعتها الحكومة مع عدد من كبرى شركات النفط الأجنبية كما بدأ في عهده انتاج الدولة من الغاز الطبيعي في حقل الشمال أواصط العام 1991 وانعكست المداخل شيئا فشيئا على تحسين حياة الإنسان القطري ودعم حركة الاقتصاد وتطور في الأوجه العامة للبلاد في تلك الفترة سنوات حكم سموه بنجاحاتها وصعوباتها وبكل ما كان فيها يمكن ان تقاس ايضا بحجم التغيير الذي احدثته في حياة ابناء الشعب القطري بلمعة الفرح في عيون الطلاب والكوادر من شباب الوطن ان تقاس بمشاعر الفخر التي